في أحد الأيام وقبل صلاة المغرب جاءت سيارة مسرعة سرعة جنونية وصدمت شاباً كان يمشي في الطريق أمام باب وكالة سيارات وتوفي في الحال وتمكن السائق من الهرب ولكن الشرطة تتمكنت من إلقاء القبض عليه في نفس اليوم وعند البحث في الأوراق التي كانت بحوزة الشاب المتوفي تبين أنه كان قادماً للبحث عن عمل في وكالة السيارات التي توفي أمامها ونقل هذا المتوفى إلى إحدى المستشفيات وحفظ في ثلاجة ومضى أسبوعان ولم يسأل عنه أحد فاتصل ضابط تقي بهاتف منزل المتوفي الذي وجده خلال الأوراق التي كانت بحوزته فردت عليه سيدة شابة فسألها أين فلان؟ قالت أنا زوجته وهو غير موجود لقد خرج منذ أسبوعين للبحث عن عمل ولا نعلم عنه شيئاً وأنا وأطفال الاثنين ننتظر عودته بدأ الضابط يفكر في أمرها وكيف يبلغها بأمر زوجها وبعد يومين اتصل بها وأبلغها بالأمر فحزنت حزناً شديداً وبكت ثم طلب منها أن ترسل أي أحد من الأقارب حتى يتابع القضية فأبلغته بأنه لا يوجد لهم أقارب فتابع الضابط موضوع هذه الأرملة بنفسه حتى دفن الشاب وحكمت المحكمة على السائق بدفع الدية للأرملة فأخذ هذا السائق يماطل بالدفع ويقول إنني لا أملك شيئاً ولا أستطيع الدفع لها واستطاع أن يحضر صك إعسار من إحدى المحاكم بشهادة اثنين وطويت القضية على أنه معصر وسيتم سداده لهذه الأرملة عندما تتحسن حالته المادية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأخذت الأرملة تدعو الله أن ينتقم منه إذا كان كاذباً وظل الضابط يجمع للأرملة وابنيها بعض النقود ويعطيها إياها ويدلها على بعض الجمعيات الخيرية ومرت الأيام وبعد نصف عام بالضبط من الحادث الأول كان هذا الضابط التقي منوباً في المساء وإذا بمكالمة هاتفية تأتي إلى الشرطة فيرد هو عليها وإذا بخبر حادث سيارة أمام نفس وكالة السيارات فذهب إلى موقع الحادث للتحقيق فيه فوجد أن سيارة قبل المغرب صدمت رجلاً ومات في الحال وبعد البحث عن الأوراق التي بحوزته كانت المفاجأة المذهلة التي تيقن الضابط من خلالها أنه لا شيء يضيع عند رب الأرباب قد تبين له بأن الرجل المتوفى هو نفس الشخص الذي عمل الحادث مع الشاب مات في نفس المكان ونفس الموعد بعد نصف عام من الحادث الأول ومما زاد من المفاجأة أن المتوفي في الحادث جاء يمشي للدخول إلى وكالة السيارات ومعه شيك ليدفعه للوكالة لشراء سيارة جديدة له بينما الشاب الأول كان في الطريق للبحث عن عمل ذهب الضابط إلى القاضي الذي سيتولى الحكم بموضوع هذا الرجل وأخبره بما كان من الرجل المتوفي الثاني وعدم دفعه الدية لأرملة المتوفي الأول وعندما طلب القاضي الدية من صاحب السيارة الذي صدم الرجل الثاني قام بدفعها سريعا وحكم القاضي بأن تكون هذه الدية من نصيب أرملة الشاب الذي ظلمها هذا الميت فحمد الضابط ربه وكذلك فعلت الأرملة الشابة التي علمت تماما أن دعوة المظلوم مستجابة وأن الله يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام كان طلحة يمضي مع قافلة من قوافل قريش في تجارة له إلى بلاد الشام فلما بلغت القافلة مدينة بصرة حدث له أمر لم يكن سببا في تغيير مجرى حياته كلها فحسب وإنما كان بشيرا بتغيير سير التاريخ كله يقول طلحة بينما نحن في سوق بصرة إذا براهب ينادي في الناس يا معشر التجار أفيكم أحد من أهل مكة وكنت قريب منه فقلت له نعم أنا من أهل مكة فقال هل ظهر فيكم أحمد فقلت ومن أحمد فقال ابن عبد الله بن عبد المطلب وهو آخر الأنبياء فوقع قوله في قلبي فسارعت إلى جمالي استعدادا للسفر إلى مكة فلما وصلتها قلت لأهلي ماذا حدث بعد أن غادرنا مكة قالوا قام محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي وقد تبعه ابن أبي قحافة أبو بكر وكنت أعرف أبا بكر فقد كان تاجرا ذا خلق فمضيت إليه وقلت له أحق ما يقال من أن محمد بن عبد الله أظهر النبوة وأنك اتبعته قال نعم وأخذ يقص عليه من خبره فأخبرته ما قال الراهب فدهش وقال هيا معي إلى محمد لنقص عليه خبرك فذهبت معه إلى محمد فعرض علي الإسلام وقرأ علي شيئا من القرآن فشرح الله صدري للإسلام وكنت رابع من أسلم على يد أبي بكر وقد دارت الأيام وتلاحقت الأحداث وطلحة يزداد مع الأيام اكتمالا وتضحيته في سبيل الله تتعاظم وتكبر وبره بالإسلام والمسلمين ينمو ويتسع حتى أطلق عليه المسلمون لقب الشهيد الحي أما قصة تلقيبه بالشهيد الحي فكانت يوم أحد حين انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه غير أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله من المهاجرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد هو ومن معه في الجبل فلحقت به عصبة من المشركين تريد قتله فقال صلى الله عليه وسلم من يرد عنا هؤلاء وهو رفيقي في الجنة فقال طلحة أنا يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلزم مكانك فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أنت فقاتل الأنصاري المشركين حتى قتل وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم صعوده فلحق به المشركون فلم يزل يقول ألا رجل لهؤلاء ويقول طلحة أنا يا رسول الله فيمنعه النبي ويأذن لرجل من الأنصار حتى استشهدوا جميعا ولم يبق معه إلا طلحة فلحق به المشركون فقال صلى الله عليه وسلم لطلحة الآن نعم فأخذ طلحة يهجم على المشركين حتى يبعدهم عن رسول الله ثم يعود إلى النبي فيصعد به قليلا في الجبل ثم يسنده إلى الأرض ثم يهجم على المشركين من جديد وما زال على هذا الحال حتى صدهم عنه يقول أبو بكر رضي الله عنه كنت في ذلك الوقت أنا وأبو عبيدة بن الجراح معيدين عن رسول الله فلما أقبلنا عليه نريد إسعافه قال اتركاني وانصرفا إلى صاحبكما فإذا بطلحة تنزف دماؤه وفيه بضع وسبعون ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وإذا هو قد سقط في حفرة مغشيا عليه فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله وكان الصديق إذا ذكر أحد يقول ذلك يوم كله لطلحة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما شاب تقي بعد عودته من رحلة عمل خارج البلاد قرر الزواج من فتاة على خلق ودين فغضبت ابنة عمه التي كانت تحبه وتعتقد أنه سيتقدم لها خاصة عندما علمت من أسرتها أنه لم يتقدم لها بسبب عدم التزامها وتبرجها وبعد الزواج فكرت ابنة العم في طريقة تتخلص بها من زوجة ابن عمها ثم تقنعه بالزواج منها وظلت تقوم بمحاولات كثيرة عن طريق صديقات لها للوقيعة بين الزوجين ولكن كل المحاولات كانت نتيجتها الفشل بسبب ثقة الزوج في زوجته حتى جاءتها الفرصة بعد عامين عندما علمت ابنة العم أن من عمها يشتاق للأولاد وزوجته لم تنجب فذهبت لزيارة الزوجين بوجه مبتسم وانفردت بالزوجة وأخبرتها أن هناك شيخا فاضلا عالج كثيرا من الحالات مثل حالتها ولابد من زيارته ولكن الزوجة تردتت كثيرا في البداية إلا أنها تحت ضغط ابنة العم والرغبة الشديدة في الإنجاب وافقت وفي اليوم التالي استأذنت من الزوج وذهبت إلى الدجال الذي ادعت ابنة عم زوجها بأنه شيخ فاضل وهناك أعطاها عودا من البخور وأخبرها أنه يجب عليها أن تتبخر به داخل الحمام وإلا فإنها لن تنجب أبدا مدى حياتها عادت الزوجة إلى المنزل وبدأت في تنفيذ هذه الوصفة دون أن تخبر زوجها وبعد مرور عدة أسابيع شعرت بتغير عجيم في شخصيتها ضيق في الصدر وتوتر في الأعصاب وغضب دون أي مبرر واضطراب عند سماع صوت الأذان أو القرآن حتى أنها لم تعد تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن في صلاتها ثم بدأت تدخل في شجار دائم مع زوجها لأدفه الأسباب وتحول البيت إلى نار لا تطاق فأرسلها زوجها إلى بيت أهلها حتى تهدأ ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وهي في حزن وهم ثم أخبرت شقيقها عما حدث معها فتذكر شقيقها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وأخذ يقرأ السورة عليها وما إن وصل إلى آية الكرسي حتى لاحظت طرابا في جسدها وحركة يديها باستمرار ثم بدأت تطلب منه أن يتوقف عن القراءة وصوتها يتحول إلى صوت غريب لا يعرفه وهنا توقف الأخ وذهب بها إلى شيخ يعالج بالقرآن الكريم واكتشف الشيخ أن الوصفة التي فعلتها الزوجة تجلب لها الجن العاشق والذي حاول تخريب علاقتها مع زوجها لأنه عاشقها ويريد أخذها معه تحت الأرض وبدأت الزوجة رحلة العلاج مع هذا الشيخ حتى تعافت تماما وعادت علاقتها الطبيعية مع زوجها وبعد أيام علمت الزوجة أن الدجال الذي ذهبت إليه مع ابنة عم زوجها قد تم إلقاء القبض عليه بعد أن أصاب ابنة عم الزوجة بسكين لأنها لم تعطه المبلغ الذي اتفق عليه مقابل إيذاء الزوجة البريئة ولم تمر سوى أشهر قليلة وحملت الزوجة بفضل الله الذي أنقذها من مكر الإنس والجن واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ومرين على المشاهدة ولكن الشياطين أسرمون رأيك ولكن الشياطين صفادق شكرا ترجمة نانسي قنقر